أهلا بكم حلقاتنا مستمرة وفيها جابت مسيرات شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين شوارع العديد من المدن الجزائرية في الجمعة الرابعة والثلاثين للحراك الشعبي مطالبين بإطلاق صراح معتقل الحراك ورافضين لمرور النظام بقوة لانتخابات رئاسية لا تحظى بإجماع الطبقة السياسية أجابت سيول بشرية اليوم الجمعة الشوارع والميادين الرئيسية للمطالبة بالتغيير الجذري وإطلاق صراح المعتقلين كما نددت تظاهرات حاشدة في الشلف بممارسة حكومة بدوي التي تحضر لمشروع قانون المحروقات رغم أنه غير شرعي حيث اعتبروا تمريل هذا القانون هو جريمة في حق البلاد ويذكروا أن منظمات حقوقية دولية عبرت أخيرا عن انشغالها لأجواء القمع التي باتت تتصاعد في البلاد المزيد في تقرير الزمين منصور الخطط نتالح استمرار للحراك الشعبي في الجمعة الرابعة والثلاثين في الجزائر وسط انتقادات دولية لعمليات القمع التي تمارسها السلطات ضد المتظاهرين منظمة العفو الدولية نددت الخميس بما وصفته بمناخ قمع للحركات الاحتجاجية الشعبية في البلاد مديرة مكتب المنظمة في الجزائر حسين أصديق نددت بالتصاعد في الأسابيع الأخيرة في عدد التوقيفات العشوائية لنشطاء وصحفيين ومحامين ومواطنين عاديين لما اعتبرته انتهاكا صارخا للحقوق التي يكفلها الدستور صباح الخميس أوقف رئيس تجمع العمل الشبابي عبدالوهاب فرساوي خلال تجمع دعم لموقفي الحراكة كما تم توقيف خمسة آخرين لحد الماضي من نفس التجمع بتهم الحظ على التجمهر والمساس بحرمة ووحدة التراب الوطني وهي جرائم يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات أكثر من ثمانين شخصا في العاصمة الجزائر تم توقيفهم منذ شهر يونيو حزيران الماضي بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي منظمة غير حكومية وهم على صلة بحركة الاحتجاجات ولا يزالون رهن التوقيف الاحتياطي تصر نيابة العامة في البلاد بأن ملفات التوقيف ليست ذات طبيعة سياسية استمرار التظاهرات يأتي تعبيرا عن حالة الرفض الشعبي للخطوات التي تتخذها السلطات الجزائرية لذا فالمطالب لازالت تركز على رحيل النظام السابق ورموزه من الحياة السياسية وجملة من الاستحقاقات في المرحلة الانتقالية قائد الأركان الفريق أحمد جايد صالح والذي بات الرجل القوي في البلاد بعد استقالة بوتفليقة دفع بقوة في اتجاه إجراء انتخابات رئاسية كانت مقرارة في بداية تموز يوليو الماضي لكنها ألغيت بسبب عدم تقدم المرشحين وحددت السلطة المؤقتة الثانية عشر من شهر ديسمبر كانون الأول للعام الحالي موعدا آخر لإجراء الانتخابات وهي خطوة يراها تيار عريض في الحراك الشعبي قفزا على مكتسباته قال مناقشة المشهد الجزائري أرحب ضيفي معي في الاستوديوات دبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت أهلا بك معنا سيد محمد مرحبا بكم الجمعة الرابعة والثلاثين إلى متى سيستمر العد الخامسة والثلاثين والسلسة والثلاثين إلى متى؟ إلى غاية يسقط النظام أو بعبارة دق تسقط العصابة العسكرية التي بقت لأن العصابة المدنية الجزائر الرئيسي فيها سقط في 2 أبريل والآن المعركة مع الجزائر الأصعب والأجرم وإذا ما سقط يكون بالفعل الجزائر قد أعادت استقلال وهذا هو الشعار المرفوع الآن جنيرال أفوبيل والجزائر سدي الاستقلال بمعنى جنيرالات إلى المزبلة والجزائر تأخذ الاستقلال هناك شعور أن هذا استعمار هذا الشعور لأول مرة هو جامع كل الجزائريين على استثناءات قليلة من الشرق إلى القرب من الشمال إلى الجنوب الجميع يجمع على أن البلد تحتلها طبقة انكشارية عسكرية ودائما نواجهها مدنية منذ عشرة أسابيع لم يكن المشهر السياسي لا أتحدث عن الحراق المشهر السياسي لم يكن بهذا القدر من الانقسام الآن هناك من يريد الذاب إلى الانتخابات وهناك من لازال ملتزما بمطالب الحراق هل ترى أن استمرار الأمر بهذه الصورة ليس في مصلحة الشعب الجزائري هو ليس انقسام هو تصفية هو غربلة لأن الكثيرين ركبوا على الحراك وعلى الثورة الآن مع مرور الأيام وجدنا أن ما حدث في مصر وما حدث في تونس لم يكن طبيعيا أن يسقط طاغية مثلا المبارك سقط في كم؟ 18 يوم 18 يوم ثم ماذا حدث؟ حدث أن المجلس العسكري راح يتآمر علنا وسرا وترك انتخابات مرت ولكن لأن الدولة التي يسمونها العميقة وأن أسميها مع بعض الناس العبيطة كانت تتآمر حقيقة وخمس انتخابات في مصر ورئيس أين هو الرئيس المنتخب؟ رحمه الله الشهيد نبي إذن الله أين هو الإنقلاب وأين الذين كانوا مع مبارك؟ الآن ردة هائلة على ثورة 25 يناير إذن هذا طول الزمن هذا بالعكس يؤكد أنه أفضل طريقة لتصفية والحقيقة أن الكثير من الرؤوس الذين كانت الناس تظنهم أنهم مع الثورة مع الشعب كانوا ضد بوتفليقة سقطوا في رونجيرس وهو حذاء العسكر يعني انتقلوا من فيهم من انتقل من تقديس بوتفليقة إلى تقديس بعضها السودان المرحلة سيئة جدا الثورة الشعبية السودانية خطفت الذين أقدموا ووضعوا الحل هم الأمريكيين مع بتدخل سعودي مصري إماراتي فرنسي بريطاني بالمناسبة أي أن القوى الخارجية والقوى الخارجية عموما الدولية والإقليمية هي التي عادت سياقة المشهد السوداني وهذا نحن نرفضه في المطلق هذا واحد الآن في السودان للأسف وبكل ألم السودان ستدخل إما على حرب أهلية أو تتجدد فيها الحروب شرقا وغربا شمالا وجنوبا وهناك توطرة هذه أو لا تذهب إلى ذلك وتستمر المرحلة انتقالية ثلاث سنوات في تجربة جيدة لا أنا لا أريد أن نناقش السودان نعم نقطة المهمة هنا لا تستطيع أن تستمر لأن مرحلة انتقالية فيها 39 شهر ويتم إقصاء طائفة هائلة من الشعب السوداني لن تؤدي إلى توطرة في الحقيقة شوف هو ليس هناك ديبليكاتة ليس هناك استنساخ لتجربة معينة لكن الاستفادة من التجارب الأخرى شاء الجزائر يستفيد منها كثيرا ماذا يحدث الآن؟ يحدث أن أنتم ذكرتم عشرات الألاف بالمناسبة هذا الظلم كبير لأن هناك ملايين اليوم إذا جمعنا كل المدن العاصمة واحدة فيها أكثر من مليون اليوم يعني هناك ساحات امتلأت عن آخرها كان ربما في السابعة ماضية لم تكن تمتلئ مثل ساحة أول ماي مثلا العداد هائلة المدن أكثرها نعم هناك جزء خدع بقضية الانتخابات أو هو خائف أن تبقى الدولة بدون رئيس لكن نحن دائما نذكره أو أنه هناك بعد آخر يا سيد محمد أو أنه ملا من ما يجري يريد أن تنتهي هذه التظاهرات يريد أن ينتهي المشهد لو ملأ لكانت الأعداد تتناقص بما أنها تتزايد فهذا العكس لو تناقصت الأعداد لكان القول أن الناس ملت وأن تريد أن تذهب للانتخابات مهما كانت نتيجة الناس لا تريد إلى عادة تجديد العصابة طيب ماذا لو ذهب النظام والجيش إلى الانتخابات رغما عن الحركة ما الذي ساحب؟ لن يذهب أولا كيف تستطيع أن تذهب للانتخابات حينما يكون ملايين الناس في الشوارع لأن هؤلاء ليسوا هم الشعب الجزائري بأكمله هذه هي تعبير عن الأغلبية أعطونا الأغلبية الأخرى إذا كان في أغلبية أخرى أخرجوها لنا ما هو يقول لك تعالى للصندوق كي نشاهد الأغلبية هناك آلية لمعرفة الأغلبية لا عقل ليس هناك عقل يرفض الصندوق لكن الناس لا تريد انتخابات مزورة ومزيفة وتجديد العصابة منذ 57 سنة والجزائري ينتخبوا على استثناء 90 و91 سنتي 90 و91 كلها انتخابات مزورة هذا الكلام ليس من عندي من عند رؤساء ووزارات من حتى رؤساء قالوا أن انتخاباتنا كانت دائما مزورة إذا الناس لماذا تريدهم أن يكرروا المكرر ويجربوا المجرب لماذا نريد أن نذهب إلى انتخابات نحن نعرف أن العسكر قد اختاروا الرئيس لها 34 جمعة 34 أسبوع ولم يفرز الحراث قيادة حقيقية تضع خارطة الطريق واضحة المعالم يجلس فيها مع رئيس الأركان كي يناقشه هذا هو تصورنا وهذا تصورك فلنذهب إلى منطقة وسط بين هذا وذاك قلنا لهم وقال لهم الشعب حينما تقبلون مبدأ الحوار سيخرج لكم الرجال كم مرة دعاكم للحوار لم يدعوا الحوار يريدون حوار مزيف عندما يأتونك بالواجهة المدنية التي هي الجزء الرئيسي في حكومة بوتفليقة الساقطة وهو يسمي أن نظام بوتفليقة كان عصابة ثم يكون رئيس الدولة عينته العصابة رئيس الحكومة عينته العصابة رئيس المجلس الشعبي عينته العصابة رئيس المجلس الأمة عينته العصابة كيف تناقش أنت تقول لي شيء غير منطقي أنت تقول لي تعالى حاور هؤلاء التي أنت تسجن أسيادهم إذن هذا كلام غير منطقي الحوار بل التفاوض يكون مع جنرالات الجيش لأنه هو السلطة الفعلية والحقيقية حينها سيخرج لهم رجال لكن لماذا الشعب لا يريد أن يخرج رجال؟ إنهم يسجنون كل الوجوه البارزة في الداخل الآن تسجن أو على بوابن تسجن أنت تتحدث أن الحراك هو مصدر الثقة الأكبر وسيجبر الجميع على احترامه ولكن دعني أعد بالذكرة معك للوراء قليلا كم مرة جلسنا هنا في هذا المنبر في هذا البرنامج صحيح وتحدثنا عن مطالب الحراك فقلت لي إقالة رئيس الحكومة والرئيس المؤقت منذ متى؟ منذ شهرين؟ ثلاثة أكثر؟ لا لا كانت هذا من بين مطالب الحراك لكن المطلب الرئيسي هو المادة السابعة هل أقالهم؟ لا هذه النقطة التي أريد أن يتحدث معك إذا لم يقيلهم يعني على مدار أشهر كانت من ضمن المطالب مطالب صغيرة ليست رئيسية يرفضون ذلك ولم يستجب الجيش فكيف تضع ثقة لك على الحراك لم يستطع أن يضغط كي يقيل رئيس الحكومة؟ أولا الحراك يضغط ويضغط بشدة الدليل أن رأس الجيش قائد صالح أو خائل بلاد كما نسميه نحن على الأرجح أنه يرقد الآن على سرير في مستشفى العسكري في عين نعشة هذا واحد هذه معلومة؟ هذه معلومة الأمر الثاني جنرالة الجيش هناك خلافات الآن الأمر الثالث لديهم مرعب حقيقي وهم يشهدون الشعارات والأعداد الزائدة والشعارات المتشددة الآن لأنها تطالب اليوم كان فيه باع البلاد لأن قانون المحروقات اللي يسمونه الجزائريين قانون المسروقات في واقع الأمر هو يبيع البلد للشركات العالمية الشركات البترول بالعكس شوف لم يكن الجزائريون على ثقة بتحقق مطالبهم كما هو الجمعة الماضية والتي قبلها وخاصة هذه الجمعة كل جمعة في الحقيقة تأتي أكبر من أختها والشعارات أقوى ونحن في الاتجاه الصحيح وإن طال وهذا الطال قد يكون غربة لحقيقية حتى لا نخدع كما خضع آخرون تصريحات أو بيانات العفوة الدولية وإدانة الاعتقالات الكثيرة في الفترة الماضية هذا مؤشر إيجابي لكم أم سلم؟ هي مضرة للنظام لكن أنا بالنسبة لأي شخصيا أنا لا أؤمن بالتدخل الخارجي من أي جهة كانت بالنسبة للحراك بالنسبة للحراك بكل تأكيد هذا التطور إيجابي لأن هذه إدانة القوى الخارجية الكبرى ضغطت بشدة لكي لا يكون هناك إدانة للجمعة الحاكمة لكن بدأت الآن الأنسن تتحرك وبدأت بعض المنظمات الحقوقية وغير الحقوقية تتحرك نحن من منظورنا نحن لا نريد منهم شيء لكن هم على الأقل يقولون بأن هذا من حقنا ندافع على خنق الأصوات على غلق العاصمة على سجن الطلبة قمع الناس هذه بكل تأكيد تضر صورة النظام خاصة عند الذين يدعمونه في الخارج شكرك شكرا جزيلا محمد العربي زيتوتا الدبلوماسي الجزائري السابق كنت راي فيه في الاستوديو